السلام عليكم ببنات كديري اللي بس عليكم تنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلا خير يوم ان شاء الله سنحضروا مع بضيارنا الحليواتي اللي تجي اقتصادية وسهلة في نفس الوقت تتحضر الفرن لا تحتاج الفرن و تحتاج لا تحتاج الى اما كاست كوكاو لا تحتاج الى اما كاست الليوز او كاست القرقع نحضرها بسرعة و بقادر قبل ما ندوز لطريقة تحضروا المقادر لا تنسوا تدعموني لبنات بلايك و بارتاج الفيديو بالنسبة للمقادر سنحتاج الكاست مثل البيسكوي مطحون اي بيسكوي عندكم تتشده و تتطحنه مزيان نحتاج نفس الكاست اما كاست كوكاو محمر و مطحون اما كاست الليوز محمر و مطحون او الكاست القرقع مصادينه و تحنينه تبقى لكم انتوما الاختيار المتوفرين نحتاج العسل باش غادي نجمع هذا الخالط ممكن نجمعوه حتى بالحليب المركز المحلى او الحليب كراميليزي اللي انتوكم الليبنات خدموا به غادي يحتاجو الشوكولات بيض و الشوكولات كحل من طبيعه الحل باش غادي نصيبوه بالنسبة للشوكولات انا سنخد بنية بقالة بالنسبة للقالة ما تحتاج الطفولي حتى اضافات و تيجي سهل في الدواء بنتاعه و في الخدمات غادي يحتاجو المولوانتاع الشوكولات بالنسبة المولوانتاع الشوكولات رام توفر عند اللي تيبعوه جميع مستلزمات الحلوية تقريبا 10 درع مرات يعطيكم واحد الكيميه اللي تكفاكم شهر مخطره بعد ما دوب الشوكولات تان ناخد المول تاسيليكون كميه تتشوفو هاد المكعبه ده اي مول تاسيليكون عندكم انتو ممكن تخذبو بها البنات اللي متوفر عندكم في الدار تان ناخد الشوكولات البيض و تان نفرغ واحد الكيميه تقريبا واحد المعلقة صغيرة او اللي عينيكم ميزانكم و منتو مالموين بغتخليو مساحه فين باقي غتديرو الحشوه و باقي غتديرو كوش خرا انتها الشوكولات يعني غتفرغو كيميه ليه هاكا اير واحد التبقه و خليو كيميه الحشوه و الشوكولات الاخور بنفس الطريقه تاندو الشوكولات الكحال حتى و تنفرغ كيميه منو بالنسبة للشوكولات انا تندوبه في الفرن ثم بتدوبه في المغي غير هو ديرو كاسرونه تكون صغيرة و فوق منا كاسرونه كبيره باش ما تشربش ليكو ما كلمه او لا ايدك البخار تيخصر لينا الشوكولات انا افضل طريقة صراحة ترتحثيها هي الفرن تنشعلو حتي تيسخن و تندخل الشوكولات متاعي تنطفي عليه الفرن و تنخليه يدوب غير فتاكسات انا يتناخد الشوكولات البيض اللي دوبت كيميه من الشوكولات البيض و تنضيف عليها الملوى الخاص بالشوكولات ماشي الملوى اللي عادية لبنات الخاص بالشوكولات رات يتبع عندلي تيبيعو مستلزمات الحلويات كي قلت لكم ما قد تتاخدو رابطي دائن من خمسة درام الصراحة سافي و تنضيف اللون بالنسبة اللون انا با يدك لغوز با بايتش الحمر من جهد با غيت تغير لغوزك باش يجين يزويين سافي تنخلط الكيميه اللي تتكفانيهك و تنفرره بنفس طريقة حتى و طبقة من الشوكولات كيف ما قلت لكم تنهز المول انتاعي تنديرو فوق شي ما الافضل تديرو فوق شي قرادة او فوق شي حاجة من الاول باش ما يعد بكم شاكم ينتزو يتحرك لكم داك الشوكولات و نستخلكم الجواني بنتوع المول سافي دا تدخل المجمد حتى تيبرد و تندوز نوجد الحشوه بالنسبة للحشوه تنخلط البيسكوي مع كي قلت لكم اي مكسرة ان انا خدمت بكاوكاو تنخلطو مزيان ممكن تضيفو حتى قريصة متاعت الملحة سافيو تنعبر تنعبر القياس اليز ليه المولنتاعي تقريبا 11 جرام او 15 جرام باكاك و تنبدأ نشكل فيهم بعدما جمعتهم منطبئة الحل بلاس كيف ما قلت لكم را ممكن جمعهم بالحليب المركز المحلة او لالحليب كارابيزي او لالكارابيل اللي متوفر عندكم في الطارع البنات او لممكن تديرو كمبيا اللي بنت يبغيش الحلوه بزاف بممكن تديرو كمية زبدة مدوبة و كمية شكولات مدوبة و تجمعوا بها هاد الخالطة اللي متجمعش لكم مع التضطف واحد شوية انتاع العسل كلمتي يبغيش بزاف العسل في الحلوه صفي بعدما تن نعمر الحوشوه في المول كيف ما شفته و تنخذ هنا بنفس الطريقة نعقل على البلاصة اللي درت فيها الشوكولات ملوان نعقل على اللي درت ليهم الشوكولات كحل و اللي درت ليهم الشوكولات بيض و بنفس الطريقة نعمر ذاك الفارغة نتاع المول بالشوكولات اللي عندي اما اسود او ابيض او لذاك العز تنهز المول نتاعي تنضربيها كباش يعمروا نتاعي تلك الجواني بتاع البول باش تجيني الحلوه مقدم مزيان و مفينيه هاد الحلوه دي صراحة ربما تتاخدش بدكم تقريبنا لبنات واحد نص ساعة ايا وايا موجودة حساب اذا نتخلع التلاجة حتى تتبرد مزيان وتنخرجها تجي الى تشكلادة الصراحة تجيب حل الحلوه نتاع ترقامه وهي بفينيه مزيان و زوينه بالنسبة لبنات اللي تترسلهم من رقامه يديروا هاد الشكلة دراتيجي رائع الصراحة سافي تنخرجهم من المول متن نبقاش نقيس الشوكولات اللي وجينتاعه باش ما يتضببش ليه وتنبدأ تناخد شوكولات اللي بلو الغوز وتنبدأ ندير خطوط فوق الحلوه اللي بشوكولات كحل يعني تنخل في اللوينة تاكا باش تيجيوني زوينه نتاعتهم ندر اللي هو زوين في البلاتو بالنسبة اللي في الغوز تنديلهم حتى هما الشوكولات مغاير تيبقى لكم انتوما الاختيار ديروا لهم يا إما الشوكولات كحل أو الشوكولات بيض بالنسبة اللي في البيض يا إما ديروا لهم حتى هما الشوكولات بيض أو الشوكولات غوز تيبقى لكم انتوما الاختيار البنات تناخد هنا دوك الحبيبات اللي تتبعوا او لا دوك الحبيبات صغرة ما تبانوا لكم في السفر وتنزوقوا بهم او لا العقيق على البنات العقيق الصور ما تدوش عليها البنات راني باقي من دو خاص وحدا وضربني البردم زيان سوف تناخد هنا العجن تاع الشوكولات بالنسبة للعجن تاع الشوكولات را خدمناه شحال ملا مرة بجوج مكوينت را موجود في القناة يلا بغيتون نحط لكم الرابط اسفل هذا الفيديو وتنبدأ تنشكله ريضات كيف ما بغيتو ديرو اي شكل عندكم او لا اي مرش ما عندكم ما عندكم مش جروم غير بالشوكولات دايب و جروم في دوك ليمو الليتي تبعوا تاع الشوكولات حتى وما تيجيوزوا باتين بغيتو تلسقهم بالغليكوزونا بجلسقهم بغيتو تحطهم غير هكا كلا كانوا بعجين الشوكولات راتية تبتوها البنات العالي الحلوة وهذا وشكني انتع الحلوة انتعتنا تجيز صراحة رائعا وبزافتع البناتكالوليا بأنهم ملقواش في القناة وعود تحت طاليكم تنتمي نتجبكم و تدعموني بلايك و بارتاجه وبصحاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر